أم أحمد بن أبوظبي تقول والدتي كانت ترضى ابنتها ونامت عليها وماتت البنت وأمي الآن متوفية ماذا علينا أن نفعلها يا أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للأم إذا فعلا هي نامت على ابنتها نامت على رضيعها فمات بسببها فإن هذا نوع من أنواع القتل الخطأ نوع من أنواع القتل الخطأ أما إذا الأم استيقظت فوجدت طفلها ورضيعها ميت ما تدري ما السبب قد يكون شرق في الحليب قد يكون كذا ما عرفت يعني لم تكن سبب ما عليه شيء أما إذا نامت يعني استيقظت وهو تحتها فقتلته هذا قتل خطأ عليها كفارة ودية الدية لا ترث منها طبعا وإنما يرث زوجها نعم يرث زوجها إذا كان عايش وموجود وإن لم يكن موجود يرث أخوانه وبالنسبة للكفارة هل صامت إذا قلت لي لا صوموا عنها الآن صوموا عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه والراجح من أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث أن الصوم الواجب كل صوم واجب مات عنه الإنسان وما صامه يصوم عنه أوليائه تصوموا عنها بارك الله فيكم يا أخت الفاضلة وممكن يتولى هذا شخص واحد يصوم شهرين متتابعين وإذا ما استطاع ممكن يتولى اثنين يصوم الأول شهر ويخبر الثاني يقول غدا هذا آخر يوم علشان يكمل الثاني مباشرة يكمل الثاني مباشرة بارك الله فيك موسيقى